ينضم إلي من برلين مراسل الغد يمان شواف يمان ما هي فرص نجاح هذه المساعي للأحزاب الثلاثة الاشتراك الديمقراطي والخضر والديمقراطيين الأحرار بتشكيل ائتلاف حاكم نعم يبدو أن هذه الفرص باتت كبيرة بعد الإعلان قبل عصر اليوم عن المؤتمر بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء الأحزاب الثلاثة بعد اجتماع بدأه الحزب الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر منذ صباح اليوم ووصف بأنه اجتماع جمعة الحسم لأن هذا الأمر قرب أولف شولتس أكثر من خلافة المستشارة في منصب المستشارية وأيضا البدء بتشكيل الحكومة الحديث الآن على أن الورقة التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأحزاب الثلاثة هذه الورقة ربما هي الأرضية المشتركة للبدء بإعلان عن هذا التحالف الثلاثي الذي سيكون بمثابة كما وصفه أيضا أولف شولتس بأنه هناك تغيير كبير قادم حتى على مستوى الصناعة في ألمانيا على كل الأصعدة حتى في المناخ وفي الرواتب التقاعد أيضا في المقابل وفي الطرف الثاني الاتحاد المسيحي الديمقراطي يبدو أنه يرزخ تحت وطئة الخسارة عن خسارة الانتخابات وأيضا التراجع الكبير في شعبية الحزب الحزب الآن يبحث عن تغيير جذري عن قيادة جديدة ربما تعطي فرصة للاتحاد المسيحي الديمقراطي في المستقبل الآن الحديث عن هذا التحالف الثلاثي هذا التحالف الذي يطلق عليه إشارة المرور بالنظر إلى أعلام الأحزاب الثلاثة يبدو أنه الأقرب للإعلان بشكل رسمي ربما هذا الأمر سيكون بداية الأسبوع المقبل اقترب بناء على التصريحات اليوم اقترب الأحزاب الثلاثة بشكل كبير من الإعلان النهائي عن هذا التحالف من برلين مراسل الغد يامان شواف شكرا جزيلا لك